اشتركوا في القناة عشان كده بتضطر انك انت في بعض الاحيان تشتري من المواقع دي لكن فيه مشكلة موجودة في الشراء من الخارج ان مواقع الشراء من الخارج بتنقسم لنوعين موقع بيقدم خدمة الشحن المجاني زي موقع جير بيست موقع علي اكس بريس موقع توم توب كل المواقع السنية تقريبا بتقدم خدمة اسمها free ship المواقع دي لو انت شتريت منها حاجة والحاجة دي كان فيها واي فاي او بلوتوس او روموت كنترول فهتواجهك مشكلة ان الحاجة دي هتتحجز في الجمارك لانها بتحتاج حاجة اسمها موافقة الجهاز القامل تنظيم الاتصالات ودي كانت عقبة قدام ناس كتير جدا لان معظم الحاجات التقنية اللي احنا بنحتاج نشتريها زي الكمبيوتر واللابتوب والموبايل والتابلت وغيره اصبح الان كله بيعتمد تقريبا على الواي فاي والبلوتوس حتى معظم الحاجات التقنية اصبح فيها روموت كنترول وبلوتوس فكان ناس كتير تجنبا لمشوار الجهاز القامل تنظيم الاتصالات بتتجنب ان هي تشتري الحاجات دي من برا مصر حلقة النهاردة انا اعلمك فيها ازاي تخلص اجراء الجهاز القامل تنظيم الاتصالات ده وانت جوا بيتك وتخلص الحاجة دي من القاهرة وانت موجود في بيتك من غير ما تحتاج انك انت تروح كل المشاور الكتير اللي بتتعمل علشان تخلص الاجراء ده لكن قبل ما ابدأ في الحلقة اعايزة الفتنظرك لحاجة ان اللي انا هشرحه ده انت تحتاجه لو انت بتتسوق من خلال موقع بيقدم خدمة free ship او الشحن المجاني انه هو بشحن لك الحاجة لحد البيت لكن لو انت بتتسوق عن طريق الموقع التانية زي امازون او اي بي الموقع اللي انت لازم تكون مشترك في خدمة shop and ship او بتشحن عموما شحن غير مجاني DHL او اي ان كان الشحن اللي انت بتستخدمه مش هتحتاج على الاطلاق انك انت تبص لاجراء الجهاز القامل تنظيم الاتصالات لان شركة الشحن هي اللي بتخلص لك كل الحاجات دي وبتوصل لك الطرد لحد باب البيت انا بتكلم على الاجراء ده هيتم فقط لو انت بتستخدم موقع بيقدم خدمة free ship او شحن مجاني ما بتدفعش اي رسوم مقابل الشحن مبدئيا عايز اقولك ان حصل اتصال بيني وبين شركة Aramex واتفاعلي وكل الشركات اللي بتقدم خدمة الشحن من الخارج في محاولة ان انا من خلالهم اخلص الاجراء بتاع الجهاز القامل لتنظيم الاتصالات لكن كل الشركات دي كان ردها واحد ان احنا اجراءنا فقط اللي احنا بنعمله هو الشحن من الخارج ومن ضمن عملية الشحن ان احنا بنخلص موافقة الجهاز القامل لتنظيم الاتصالات لكن علشان يخلصلك الإجراء نفسه فقط لغير مش هيعملك الموضوع ده فبالتالي لازم انت اللي تخلص الموضوع ده بنفسك خلينا ندخل في الموضوع على طول كل الناس اللي بتشتري من بره عارفة كويس ان اي حاجة انا بشتريها من بره بحصل على track number او رقم تتبع رقم التتبع ده الموقع بيديه ليك علشان انت تقدر من خلال الرقم ده تتتبع الشحنة بتاعتك او الطرد بتاعك او الحاجة اللي انت شاريها موجودة فين دلوقتي بتاخد الرقم التتبع اللي انت خدته من الموقع اللي انت شاري منه الحاجة وبتحطه هنا وبعدين بتعمل track زي ما انا عملت دلوقتي كده حطيت track number لحاجة انا شاريها بيجي لك تتبع كامل لكل مصاري الحاجة اللي انت اشتريتها من اول موصلة مصر لحد ما هتوصلك على باب بيتك طيب المشكلة بتبدأ منين المشكلة بتبدأ من وصول الطرد لمصر الطرد لو وصل مصر وفيه واي فاي او بلوتوس او اي حاجة من اللي انا قلتلك عليها بيتحجز فارا في الجمارك وهتلاقي جملة held by custom ان هو تم حجزه بوسطة الجمارك الجهاز بيتحجز في الجمارك لانه بيحتاج عرض على الجهاز القامل تنظيم الاتصالات من يوم حجزه المفروض انه هيوصلك اختار زي ما انت شايفين ان الجهاز ده تم حجزه في يوم 7-8 انا وصلني اختار من ادارة حركة الطرود الخارجية في البريد المصري بتاريخ 15-8 يعني بعد ما اضطرت ده وصل عندهم باسبوع المفروض انك انت بيوصلك من البريد 3 اختارات وصلني واحد بتاريخ 15-8 واحد بـ 20-8 واحد بتاريخ 23-8 الطبيعي في الطرود ان الجوابات او الاختارات دي ممكن توصلك وممكن ما توصلكش يعني عامل البريد لو ما استدلش على عنوانك بالزبط في الغالب جواب الاختار ده مش هيوصلك فيه حاجات كتير كانت جالي من برا والثلاث اختارات اللي المفروض انهم يوصلوني ما وصلنيش ولا اختار منهم والطرد للأسف رجع بلد المنشأ بتاعته لان خلال الثلاث اختارات دول لو انت مرددش على البريد المصري باي اجراء اللي بيتم ان الطرد بتاعك هيرجع البلد بتاعك المفروض مبدئيا انك انت اول ما تاخد track number بتكون عارف كويس ان الحاجة اللي انت جايبها فيها بلوتوس او واي فاي او رمود كنترول او اي حاجة في احتمال كبير هتتعرض على جهة معينة فانت بتتابع معاها بالtrack number اول ما تلاقي عملية health by custom دي موجودة هتتصل اول حاجة على الرقم المختصر للبريد المصري الرقم تاني هتتصل عليهم وهتقولهم ان انا جاي لطرد من برة والtrack number بتاعي وهتمليهم لtrack number بتاعك هيرد عليك مسؤول خدمة العملة وهيقولك الطرد بتاعك موجود فين دلوقتي في الغالب هيقولك ان الطرد بتاعك محجوز في الجمارك ومنتظر العرض على جهة معينة لو جيت تبص في الطرد على فكرة من باب العلم بالشيء مش الجهاز القوم لتنظيم الاتصالات فقط اللي بيحتاج يتعرض عليه الطرود فيه عندك الازعاء والتلفزيون التزيف والتزوير موافقة الاستثمار الزراعة الافراج الطبي الاثار مشيخة الازهر فحسب الحاجة اللي جاي من برة فيه جهات كتير بيطرد عليها لكن 90% من الحاجات التقنية اللي بتيجي او 90% من الحاجات اللي احنا هنستوردها هتكون محتاجة موافقة الجهاز القوم لتنظيم الاتصالات تحت عاملك المستندات المطلوب احضارها وانت جاي صورة البطاقة طالما ما حطوط لك صورة البطاقة فما فيش داع انك انت تروح فانت بتتصل على الرقم زي ما قلنا الخاص بالبريد المصري 16789 واول ما تتأكد من مسؤول خدمة العمل اللي هيرد عليك ان الطرد بتاعك موجود في الجمارك هتقفل مع المكالمة وبعدين هتروح على البريد الالكتروني او الايميل بتاعك وهتبعت انت ايميل هتبعته على الايميل ده ccn at egyptpost.org خد بالك egyptpost.org ومش .com لانك لو بعدتوا .com هيتبعت غلط كل الكلام اللي انا بقوله ده هتلاقيه موجود في الوصف اللي موجود اسفل الفيديو هتقول لهم ايه هتقول لهم نص الرسالة اللي موجودة اسفل الفيديو نص الرسالة باختصار انك انت بتطلب منهم ان هما اللي يخلصوا لك الطرد بتاعك ويخلصوا لك موافقة الجهاز القوم لتنظيم الاتصالات وبتديهم في الرسالة بتاعتك لتراك نمبر وبتحط رقم الموبايل بتاعك واهم خطوة انك انت بترفق صورة البطاقة بتاعتك ويش وضهر طب هصور البطاقة بتاعتك ازاي بتحط البطاقة بتاعتك على ترابيزة وبتيجي بالموبايل بتصور الويش وبعدين بتقلبها على الظهر وتصور الظهر وبعدين بعد كده بتيجي بالرسام او اي برنامج وتاخد صورة البطاقة فقط يعني أنت لو بتصور التربيزة مش لازم تاخد التربيزة بالكامل ركز على البطاقة فقط برضو أصبط الفوكس وأصبط الأضاءة بحيث أن الصورة تكون واضحة صور البطاقة بتاعتك وش وظهر وارفقها مع الرسالة اللي موجودة أسفل الفيديو عملت أنا الموضوع ده وبعدت الإيميل بتاعي ما تتوقعش أن هما هيردوا عليك في نفس اليوم لأن هما بيكون عليهم الإيميل ده بيكون عليه ضغط شديد جدا يعني أنا بعدت الإيميل بتاعي بتاريخ 16 أغسطس وصلني رد منهم بتاريخ 27 أغسطس يعني بعدها ب11 يوم فأنت ما تنتظرش رد من البريد المصري لما تبعت الإيميل ده طالما بعدت الإيميل أعرف خلاص أن فيه إجراءة هيتم طيب برضو متابعة للموضوع هكمل معاك عشان تعرف بس مقدار المماطلة اللي هيتم في الموضوع بعد 11 يوم وصلني منهم رد بيقول لي جاري تسليم صورة البطاقة طالما وصلك الرد ده خلاص ما تشيلش هام الطرد ده وعرف أنه هيصلك لحد باب البيت لكن أنا الموضوع معي تأخر أنا يوم 27 أغسطس وصلني الرد منهم لحد يوم 24 سبتمبر موصلنيش أي حاجة نهائي منهم فبعدت لهم تاني قلت لهم أن أنا بعدت لكم صورة البطاقة من أكتر من شهر ومنتظر الطرد وصلني لحد البيت وموصلش لحد دلوقتي وحطت رقم الجوال بتاعي فردوا علي قالولي أن الشحنة أخدت موافقة من الجهاز القامل لتنظيم الاتصالات وهي في طريقها أن هي توصلك لحد البيت فردت عليهم برضو عشان أعرف من باب العلم بالشي قلت لهم عايز أعرف إيه سبب تأخر الطرد أن هو وصل فترة تتجاوز الأربعين يوم فقالولي أن السبب في كده أن الموافقة بتتأخر من الجهاز القامل لتنظيم الاتصالات لأنهما بياخدوا الإيميل بتاعك وكل الإيميلات اللي بتوصلهم وبيجمعوا مجموعة إيميلات وبيخلصوها مرة واحدة فده سبب تأخر الطرد التجربة دي الشاهد منها أنك أنت تقدر تخلص الموضوع في البيت طب خليني في القصة الكبيرة اللي احنا حكيناها دي نتكلم على مميزات الإجراء ده وعيوبه أكبر وأهم ميزة والميزة الوحيدة تقريبا هي أنك أنت لو أنت من محافظة بعيدة عن القاهرة زي الصعيد مثلا أو أي محافظة تانية مش هتحتاج أنك أنت تسافر القاهرة يوم واثنين علشان تخلص موافقة الجهاز القامل لتنظيم الاتصالات ودي في حد ذاتها ميزة كبيرة جدا لناس كتير يعني أنت لو مصعيد مش قدامك أي إجراء تانية تعمله غير أنك تعمل الإجراء ده العيب أن الموضوع فيه ممطلة جديدة جدا يعني أنت لو جيت تبص معي على التتبع بتاع الشحنة الشحنة وصلة مصر تقريبا من 4-8 آخر إجراء تم في الشحنة عن طريق البريد 27-9 يعني تقريبا ما يقارب شهرين 60 يوم والشحنة موجودة في مصر أو الطرد موجود في مصر لحد ما أنا استلمتوا بسبب إجراء روتيني للغاية وهو موافقة الجهاز القامل لتنظيم الاتصالات في حين أنك إنت لو لقيت كلمة held by custom دي وإنت رحت بنفسك خلصت من البريد المصري حركة الطرود اللي موجودة في رامسيس لو إنت اللي رحت وخلصت الموضوع ده تقدر في يومين أو ثلاثة أنك إنت تستلم الطرد بتاعك فلو إنت من محافظة القاهرة منصحكش أنك إنت تعمل الكلام اللي أنا قلته ده كله ولا تتصل على خدمة العمل ولا حاجة روح بنفسك وخلص الطرد بتاعك لو إنت من محافظة بعيدة وإمكانية الصفر صعبة عليك فأنسب وأفضل حل والحل تقريباً وحيد لك تعمله هو الحل اللي أنا قلته في الفيديو دلوقتي ارتبطاً بالموضوع ده في بعض الناس سألتني على أنا هدفع كم جمارك وإيه هي الضرائب وهدفع ضرائب قد إيه لكن عشان أقدر أن أنا أدي لك معلومة حقيقية جبت لك اللينك اللي من خلاله تقدر أنك أنت تعرف كل حاجة هتجيبها من بره مصر وهتدخلها لحد باب بيتك هتدفع عليها ضرائب قد إيه وهتدفع رسوم الجمهورية قد إيه وهتدفع قيمة مضافة قد إيه وإيه هي الجهات اللي لازم تتعرض عليها الحاجة دي قبل ما تدخل مصر لأن في بعض الحاجات ما بندفعش عليها جمارك وبندفع عليها ضرائب وفي بعض الحاجات العكس بندفع عليها ضرائب وما بندفعش عليها جمارك دي بيحكمها حاجات كتير جداً منها قرارات الرئيس الجمهورية ومنها للتفاقيات اللي بتتم بين الدول يعني الاستراد من دولة بيختلف من دولة للتانية لو انت بتشتري الحاجة فالموضوع اكبر بكتير جدا من ان حد يحصره في كلمتين ثلاثة فخلينا اديك مثال مثلا هنا اللينك ده هتلاقيه موجود اسفل الفيديو من خلالها هتقدر تعرف انت هتدفع قد ايه على اي حاجة تجيبها نبص مثلا هتلاقي الحاجة هنا متصنفة معك عبارة عن تصنفات بس التصنفات دي كتير جدا هيتطوه لو انت دورت في وسطها فانا بكتب هنا باختصار مثلا انا عايز اجيب ايه من بره فحاكتب وليكن كمبيوتر وبعمل بحس بيطلع لي كل الحاجات اللي انا ممكن استوردها اللي ليها علاقة بالكمبيوتر فانا هختار مثلا جهاز كمبيوتر لوحي طلع لي هنا قال لي ان الجهاز الكمبيوتر اللوحي ده قيمة الضرايب الورده بتاعته صفر مش هتدفع عليه ضرايب هتدفع عليه قيمة ضريبة مضافة 13% وبعدين بعد كده اجاب لي كل الاتفائيات اللي موجودة مع الدول التانية لو انت بتشتري كمبيوتر من الدول دي وتحت خالص قال لي الشروط اللي انا لازم احصل عليها علشان ادخل الجهاز ده قال لي يشترط لاستراد معدات الاتصال موافقة الجهاز القاومة للتنظيم الاتصالات لان كل كمبيوترات دلوقتي اصبح فيها كارت لان وفيها واي فاي وفيها البلوتوس وفيها الكلام ده كله فلازم انك انت هتحصل على موافقة الجهاز القوامل تنظيم الاتصالات تقدر انك انت من خلال اللي انا عملته دلوقتي ده تدور على اي بند انت عايز تشتريه واول ما يطلع لك الحاجة اللي انت عايز تشتريها بتضغط عليها هيقولك انت هتدفع ضرائب قد ايه وهتدفع رسوم جمهوركية قد ايه وايه هي الموافقات اللي انت لازم تحصل عليها جزئية اخيرة قبل ما انهي الفيديو عايز الفت نظرك لها ان في ظل الروتيني الكتير اللي انا قلته ده وانك انت تقعد 60 يوم تنتظر الحاجة لو انت هتشتري حاجة تمانها معدل 100 دولار مثلا فانا افضلك انك انت تشتريها من موقع زي امازون او اي بي وتشحنها عن طريق خدمة شوب انت شيب صحيح الشحن مش مجاني لكن خدمة شوب انت شيب في الفترة الاخيرة قدمت تسهلات كتير جدا يعني الاول كنت انت عشان تفتح عندهم حساب لازم تدفع 45 دولار النهاردة فتح الحساب اصبح مجاني مش بتدفع اي حاجة الاول كان رسوم شحن النص كيلو الاولاني تقريبا معدل 25 دولار النهاردة اصبح 9 دولار فقط فانت لو ضربت 9 دولار في قيمة الدولار النهاردة 17.6 فتقريبا عامل حوالي 160 جنيه فان انا ادفع 160 جنيه فقط في مقابل ان الحاجة طبعا 160 جنيه دي على اول نص كيلو معظم الحاجات اللي انت بتشتريها سواء كانت موبايل او حاجات بسيطة مش هتعدل نص كيلو ولو عدت النص كيلو فالنص كيلو التاني بيكون عليه ستة دولار يعني الكيلو بخمستاشر دولار والنص كيلو بتسعة دولار خلينا في الحاجات اللي مقدر وزنها نص كيلو اللي انا هجيبها من خدمة شوب ان شب هتدفع عليها فقط 160 جنيه فان انا اسطلم الحاجة بتاعتي على فكرة هتوصلك بسرعة جدا اخيرا اسبوعان بالكتير وهيكون عندك في البيت مش هتحتاج انك انت تتخلص اي موافقات لموافقة جهاز قامل تنظيم لتصالات ولا اي جهة خدمة شوب ان شب هي اللي هتخلص لك كل الاجراءات دي كمان ميزة تانية اللي حزتها فيهم ان لما بيبقى فيه مندوب من خدمة شوب ان شب بيضمن لك اسناء التخلص الجمركي انك انت تحصل على رسوم جمركية بشكل صحيح بمعنى ايه الجملة دي؟ ممكن لو انت جاي بجهاز غريب الى حد ما موظف الجمارك انت شايف التصنفات اللي موجودة في الجمارك التعريفات دي كلها كتير جدا يعني هو ممكن يكون يصنف لك مثلا لاب توب على انه جهاز تاني جهاز ليه علاقة بالاضاقة ممكن تكون جاي بمبيستري وهو يصنفه على انه جهاز بيعرض فيديو فانه هو يدخلك من صنف الصنف دي ممكن يحطك في قيمة جمركية اعلى من الحاجة اللي انت شاريها انما لو فيه مندوب من خدمة شوب ان شب او مندوب من شركة شحن موجود اسناء عملية تخلص الجمارك بيقدر انه هو يصنف الحاجة بشكل صحيح اسناء تخلصها لان اللي لاحظتوا ان فيه عبس شديد جدا من موظفين الجمارك في انه هما يقدروا يقيموا الحاجة بشكلها الصحيح مش السبب في كده انه هما مش عارفين الحاجة دي بتتقيم بكام لكن السبب انه هو مش بيكون عارف ايه هي الحاجة دي مش عنده قدرة او مش متضرب على انه هو يمسك الحاجة دي ويقدر يعرف بالزبط المنتج ده عبارة عن ايه او امكانياته ايه او اصنفه تحت انهي بند فالمشكلة دي ممكن تخليه صنف لك حاجات بشكل عجيب ممكن انت تكون شاري حاجة بقيمتها 10 دولار فقط وتلاقي انك انت دافع عليها جمارك 10 او 15 دولار تانيين وتقف عليك ب25 دولار بكده اعتقد ان انا غطيت كل حاجة ليها علاقة بالشراء من الخارج سواء من المواقع اللي بتقدم تسوق مجاني او من المواقع التانية اللي بتستخدم فيها خدمة شوب ان شب لو في اي حاجة فاتتني في الفيديو او انت ليك اي استفسار تاني انا ما قلتش عليه في الحلقة دي حطوا في كومنت اسفل الفيديو وانا هجاوب ان شاء الله على كل الكمنتات الموجودة اسفل الفيديو حتى القاكم في الفيديو القادم استودعكم الله في امان الله